فإذن موضوع الحديث في هذه الحلقة لست أستحي بإنجيل المسيح واسمحوا لي أقرأ بعض الآيات من رسالة الرسول بولوس إلى كنيسة تقروم يا أنت يمكن شفته على الشاشة الآيات ولكن بحب أكررها مرة تانية في آية 16 لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أمور غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته حتى إنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكما صاروا جهلا وأبدل مجد الله الذي يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذوتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين لذلك أسلمهم الله إلى أهوان الهوان لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق فإذا أحبائي هذا واحد من الإصحاحات القوية المهمة جدا في كلمة الله لأنه في الإصحاح الثاني يقول لأن ليس عند الله محابا وفي نفس الإصحاح الأول مكتوب أيضا لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون يعني مش بس أنه بطلوا يسطحوا بالخطية وبطلوا يخجلوا صاروا يعملوا الخطية بافتخار واعتزاز وكأنه يعني الشيء بيفتخروا فيه لهذا أحبائي كتب الرسول بولوس صادما بهذه الفكرة وهذا أسلوب معروف عن بولوس فيبني الداتا أو المعلومات بطريقتين لأنه بولوس درس الفكر والفلسفة اليونانية وأيضا درس الفكر اليهودي فبيحاول يدمج هذا الفكر في بعضه فبيبني الجدل على موضوع صارخ أو صادم حتى يوصل الإنسان للحقيقة المهمة الحقيقة التي يريد أن يوصلها الرسول بولوس فهو يكتب إلى كنيسة موجودة في عاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى روما روما المدينة السياسية المدينة الدينية التي تكثر فيها العبادات الوثنية والهياكل والمذابح التي تقدم العبادات الغريبة وعبادات فيها شزوز جنسي وهذه العبادات كانوا بيفتخروا فيها كأنه شيء طبيعي وشيء عادي فبيتكلم عن هذه العدات الرسول بولوس وبيتكلم أنه وصلوا لدرجة أنه الله خلاص يعني أسلمهم مش عاوزين لا يتوبوا ولا عاوزين يرجعوا ولا عاوزين يعني يشوفوا النور النور الإلهي حتى يتغيروا إلى النور ويعيشوا في القداسة اللي الله بطالبها القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب اشتركوا في القناة